إن شاء الله أربي وفقهم ويعاونهم إن شاء الله بارك نوفك أمين نمر على عجالة للمحترف الأول كانوا ثلاث مباريات فقط لأنه كل المباريات المتبقية ما زال ما تلعبتش أو ستلعب لأنه كان المنافسة القرية الفرق الجزائرية معنية بالمنافسة القرية نروحوا لجنجل المحترف الأول ثم نعود المحترف الأول ثلاث مباريات المباريات أو أول مباراة أجريت ولعبت يوم الخميس علي بن شيخ أول مباراة بحضور الفار عطينا لقاء وفاق ستيفة من مولودية البيض اللقاء الذي عرف الانطلاق الرسمي لحضور الفار في الملاعب الجزائرية وكانت البداية موفقة إن صح التعبير بدليل أن الحاكم قعد للفار في الإعلان عن ضربة الجزاء الأولى عن ضربة الجزاء الثانية يعني الأمور جرت على أحسن ما يرام كبداية الاتحادية كانت وعدت هذا هو لزيسي لزيسي في بداية المباراة حتى مع التقنيين اللي كانوا في الكار ريجي طبعا وهذا هو الكار ريجي اللي كان فيها المعنيين بالفار البداية كانت كما قلت ببلعب ستيف اللي كان حضور سيد مسلوق حضور عبد الكريم بيرة مموش عبد المومنجابو وتكريم الأسطورة عبد الحميد صالحي حاجة تحسب لإدارة وفاق ستيف بحضور أميم مسلوق رئيس الرابطة وعبد الحميد صالحي هذا اللعب الكبير هذا الاسم الكبير الذي كرم من طرف إدارة وفاق ستيف ومن طرف الرابطة الوطنية لكورت القدم كان جده مسرور عبد الحميد صالحي استرجع الأيام أمام تصفيقات عاصفة لأنصار وفاق ستيف الذين تذكروا الرجل وكان جده سعيد بهذا التكريم رغم أنه تكريم بسيط يعني الفار كان في البداية وبداية المباراة وضربة الجزاء التي أعلنها الحكم لصالح وفاق ستيف والتي نفدها جحنيت وسجلها في هذه المواجهة الهدف الوحيد في هذه المباراة كان بعد العودة للفار وهنا الحكم أعلن عن ضربة جزاء سجلها جحنيت في الشوطة الأول هدف مقابل صفر الوفاق ستيفي الذي أدى مباراة مقبولة جدا كان كلم كثير عن الوفاق الوفاق انتدابات الناس يجيبوا لعبين بأموال ضخمة هما مجابوش ولكن كشفنا المباراة وحضور جماهيري كبير للوفاق ستيفي رغم الأمطار وكان نريض الجماهير على النتيجة وعلى الأداء صراحة الوفاق لم يخيف في هذه المواجهة وشهدنا مباراة مقبولة للوفاق ستيفي أمام مولوديت البيض ننتظر اللقاءات القادمة بداية بلقاء نعم هذه الفرصة الضائعة لقاء القادم سيكون أمام شباب بالوزداد لقاء هام وهم جدا ولكن الوفاق أظهر مستوى لبس به مقبول كبداية للموسم خاصة في المرحلة الأولى المرحلة الثانية تراجع نوعا ما الوفاق ولكن المرحلة الأولى الفريق ضيع سنشاهد هنا كان فيه هدف ولكن الهدف لم يحتسب بسبب التسلل نعم كان فيها عودة للفار هنا أيضا للتأكيد للتأكد من أنه الهدف غير شرعي لأنه اللعبين طالبوا بالعودة للفار عودوا إلا للفار الحكم وتم إعلامه أنها وضعية تسلل وبالتالي الهدف ألغيها يعني الفار في بعض الأحيان يساعد حتى نتفادى مثل هذه الأمور شوء الثاني كان أحسن للبيض التي حاولت البيض فريق الجديد للمدرب بوعلي الوفاق سطيفي أيضا حصل على ضربة جزاء تانية صفرها الحكم وضيعت ضربة الجزاء التانية بعد العودة للفار دائما وكانت ضربات جزاء شرعية نشاهدها بالتصوير الباطئ في هذه اللقطة اللاعب راح مباشرة لأرجل اللاعب سطيفي وضربة الجزاء نفدت وضيعت لا بحاجة لا نقول لش ضيعت نقولوا مسكها الحارس تصدى لها لم تضيع بل الحارس هو الذي تصدى المدرب بندريس اللي كانت عنده بداية موفقة مع الوفاق سطيفي أنصار الوفاق صنعوا أجواء رائعة كالعادة وكانت الاحتفالات كبيرة في نهاية اللقاء مع اللعبين بهذا الفوز الأول ثلث نقاط تمينة للوفاق وبداية محترمة للوفاق سطيفي الذي قيل عنه الكثير علي بن شيخ لو تكلمنا في البداية حول عبد الحاميد صالحي اللي تحبوا أنتا كثير وهذا التكريم اللي توشاه بزاف رغم منه تكريم بسيط وبسيط جدا ولكن في بعض الأحيان لعبين هذو الكبار اللعبين يتقدموا في السن لما تتذكرهم تكون فرحتهم كبيرة مثل فرحة ربما حتى العناصر اللي فازت بهذه المواجهة السعلي على كل حال نبدأوا بالتكريم اللي عبد الحاميد صالحي باش الناس تعرف اللي يراهم في اليريزو اللي يجان كان دراري بزاف اللي يراهم في اليريزو هدو ما يعرفوش عبد الحاميد صالحي باش نقولوا لهم صايتين تريق رون جوار وصيرتو هين جوار فرق اللي عمرو في حياته مادة كارتون جون بيلعف كورة في القمة وإن شاء الله هربي يطولو في عمرو الفارق تعصطيف كي ما راهم قاعل الفارق كون تجمع شحال يخلصوا قاعل لعبين تصيب ممكن ترواه جوار لك الجوار تعال دوتر كلاب صح 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 لأنه ولا وال والفارق معروف سطيف يلعب كورة جميلة و دوكا فكسا تكتوار يكون محسس و يبدو زيدوا يكملوا نتمنى كل سيبورتر تع سطيف كي يشوفوا الناس يحبوا يهدموا سطيف يدوروا لهم يحبسوهم ولا يكشفوهم ولا يخليوا الفريق يلعب نعرى هذا الفريق ما يديرش قاعدوا ريزلطة هرايح للهوية واحده البيديجين دي سيدي نحي اكس ولا ايقران ولا زاد ولا هذا ما كان كورت القادم تمشي أقدر نعم باقتصار محمد الفريق يجب أن يحاسب مع مرور الجوالات مايش مباراة ولا تنين والفريق البداية لم تكن سيئة بالنظر للكذام الكثير واللغط الذي كان منذ البداية البداية أولا أنا دهشني الحضور لغافير في المقابلة الأولى هذا يظهر بأن الوفاق يبقى وفاق يبقى وفاق ونحن نحتاجين الوفاق لازم يلعب الأدوار الأولى على الأقل يطلع المستوى وفي بعض الأحيان رضوان تتكلمت يعني هذا الفريق بدون نجوم في بعض الأحيان تكون عندك مجموعة وتخدم معها تكون أحسن من النجوم اليوم هذا الفريق هذا يرى هو مستهدف من عدة أطراف خاصة البيرة هو قاية أيضا مستهدف في الإدارة تحهم ولكن خل الأمور تمشي يعني لما تكونوا نتائج وشفنا اليوم الوفاق عن المقابلة لأدى في المستوى العالي واضح أمين أكساس هل من كلمة حول الوفاق وهذا الفوز ليبقى مجرد فوز أو مجرد تلت نقاط مع بداية الموسم لأن الموسم ما زال طويل وسنشاهد قيمة الوفاق بمرور الجوالات رضوان بالطبع انطلاقة البطولة وتحقق أول انتصار ديالك وما يخفلكش باللي في كرة القادمة ممكن تكون عندك انطلاقة بعدة انتصارات هذا شيء مهم اليوم الوفاق حقق الأهم في هاد المقابلة كان قادر يفوز 2 أو 3 صفر 3 صفر هاد المقابلة أدى مقابلة ننقل باللي جميلة بارابور كيتشوف البريمي ماشتع الشمبيونة على العموم ما نقول باللي حقق الأهم في هاد اللقاء ضيع فرص أنا شفت اللقاء حقيقة بوم شو التالي كان عن فريق البيض البيض حقيقة يلعب كرة نظيفة يحبي يخرج كرة من الوراء السور هذا يا أبو علي هو اللي مدهت التعليمات هادوما بس هو يحبي يخرج كرة يحبي يلعب كرة نظيفة ننظن باللي يقدر يكون عندهم مستوى في القادم الجوالات بالنسبة لي وفاق سطيف تكلمت فارق تاع القاب إن شاء الله نتمنى ولو كل خير في هاد الموسم هدايا إن شاء الله سيتوا معا عندهم مجموعة تاع مجموعة الشابة ما عندهم مش خبرة لعبين عندهم خبرة كبيرة مي هادم شيفري من ذاك في البطولة الوطنية ولا في الفارق ملح ليك كما نقولوا إحنا يا لعبين الخبرة لي مدوا لك الدعم ليسيروا المجموعة إن شاء الله نتمنى ولهم في المستقبل إن شاء الله ما زالوا اللقاءات كبيرة وكيما قلت انت يا المو حسبة ما شيفة مدوا ببداية الموسم نعم ما تقدش تتكلم على ريكوريتمول على المدرب ولا سيرتوا كي جوزوا جوالات سبعة جوالات تقدش تبنى تبنى حقيقة واضح